الشيء الثالث المسيح هو مقيم الموتة يمكن تقول لي إليا وقليشة صلوا لالله بمعز حتى يقيم الميت لكن شوف الفرق مكتوب في العهد القديم ساموئيل الأول إصحاح 2 والآية 6 الرب يميت ويحي يهبط إلى الهاوية ويصعد يعني الهاوية هون القبر ويصعد في العهد الجديد لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحي كذلك الإبن أيضا يحي من يشاء في يحن 5 آية 21 وطبعا الآية المعروفة قال يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت إلى الأبد فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس الذي قال وقال الله ليكن نور فهو الذي يحيي وهو الذي يخلق وهو الذي يقيم الموت أقام ألي عازر أقام ابنة رئيس المجمع يايروس كان عمره 12 سنة وأقام ابن أرملة نئين شاب أقامه من الموت للشاب قال له لك أقول قم على طول يا ابنة قومي ألي عازر ألي عازر هلما خارجا يعني ما كانش فيه ترجي وطلب مثل لأنه كان يدرك أنه هو القادر حتى قالوا ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت كان إيمانهم محدود أنه يسوع بيشفي المرض ولكن لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطانا على الأرض قال لألي عازر ألي عازر هلما خارجا قم من القبر وأقام ألي عازر بعد مئنة أربعة أيام فهو مقيم الموت ترجمة نانسي قنقر